بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يقتدي عادل عبد المهدي برشيد آلي القيلاني فيصبح بطلا قوميا هل يقتدي عادل عبد المهدي برشيد آلي القيلاني فيصبح بطلا قوميا على الحكومة العراقية المبادرة إلى رفض الاحتلال العسكري الأمريكي الجديد للعراق وعليها أن تستعين بالمرجعية الدينية في إصدار فتوى الاستقلال كما أصدرت فتوى محاربة داعش يواجه العراق اليوم خطر استخدام أراضيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة الجارة المسلمة إيران كما واجه العراق خطر استخدام أراضيه من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا وقوات المحور ولكن العراق يمتلك اليوم عناصر قوة عديدة وكبيرة أكثر بكثير مما كان يمتلك من عناصر قوة أشية الحرب العالمية الثانية أو في أثنائها وبالتالي فهو أقدر على حفظ استقلاله وحياده ورفض استخدام أراضيه ضد أي بلد ولا سيما إذا كان جارا أو صديقا أو داعما له فقد كان العراق في الأهد الملكي يعيش في ظل نظام ملكي منصب من قبل بريطانيا وكان يعيش في ظل معاهدة انتداب فرضها الاحتلال البريطاني على العراق عبر الحكومة الملكية العميلة سنة 1922 تلك المعاهدة التي أدلت سنة 1930 وأعطت البريطانيين حقوقا غير محدودة لوضع قواتهم المسلحة في داخل العراق كما أعطتهم أيضا حقا غير مشروط ولا محدود لنقل القوات من وإلى العراق وفرضت على العراق أن يقدم إلى بريطانيا جميع ما في وسعه مساعدات والتسهيلات ومنها استخدام السكة الحديدية والأنهر والموانئ والمطارات ووسائل المواصلات وبالرغم من وجود هذه المعاهدة المذلة والمكبلة للعراق فقد رفض رئيس الوزراء رشيد علي القيلاني بعد قيام الحرب العالمية الثانية الاستجابة لطلب بريطانيا من العراق بتنفيذ المعاهدة وتقديم المساعدات لها وأعلن عليها الحرب في مايس أيار 1941 أما العراق اليوم فلا توجد بينه وبين أمريكا أي معاهدة مع ذا اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنص أيضا على عدم جواز استخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة والتي لم توقع في المجالس النيابية العراقية والأمريكية وإذا كان العراق قد طلب بعد اجتياح داعش للمحافظات الغربية عام 2014 المساعدة الجوية والمشورة والتدريب من الولايات المتحدة فإنه ليس ملزما بالإبقاء على هذه القوات الأمريكية بعد القضاء على داعش في نهاية عام 2017 فضلا عن السماح لها باستخدام أراضيه للاعتداء على تجارة إيران ولكن يبدو أن الحكومة العراقية تشعر بضعف شديد وارتباك كبير أمام مخططات واشنطن التي استخدمت الحرب ضد داعش لتمفيذ أهداف أخرى سواء في داخل العراق أو خارجه ومنها الإعداد لمواجهة إيران ولسيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية مع طهران وإعلان الحرب الاقتصادية عليها والتي قد تفجر مواجهة عسكرية بين الطرفين ربما تبدأ من العراق ولهذا كانت واشنطن تخشى قوات الحجد الشعبي العراقي التي ترتبط بإلاقات قوية مع طهران باعتبارها دائمة لهذا الحجد وتسعى واشنطن إلى حل هذه القوات قوات الحجد الشعبي وقد نشرت بعض الوسائل الإعلامية كالفضائية العربية خبرا عن مطالبة واشنطن من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحل 67 فصيلا مسلحا تابعا للحجد الشعبي بحجة الولاء لإيران وإذا كانوا موالين لإيران ثم ماذا يعني؟ وقد رد رعاة الحجد الشعبي وقادته في البرلمان العراقي بإعداد مشروع قانون يطلب من رئيس الوزراء إنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق وأساسا يعني العراق لا يحتاج إلى إعداد مشروع من هذا القبيل لأنه أساسا لا يجوز للقوات الأمريكية التدخل ومن حق العراق الطلب فورا منها بالرحيل مما دفع وزير الخارجية الأمريكية بومبيو إلى تحذير البرلمان العراقي بشكل علني وكح من إصدار أي قرار ضد وجود القوات الأمريكية في العراق أو المطالبة برحيلها وحسب ما ذكرت صحيفة جورزالين بوست قبل أيام فإن بومبيو هدد أيضا بأن الولايات المتحدة سوف لن تتدخل في حالة قررت إسرائيل مهاجمة الميليشيات التابعة لإيران في العراق كما قالت وقد كشف ذلك إصرار الولايات المتحدة على إبقاء قواتها العسكرية في العراق رغم إرادة المؤسسات الدستورية العراقية من الحكومة والبرلمان لأهداف تتعلق بمخططها ضد إيران وهو ما عبر عنه الرئيس ترامب في زيارته السرية لقاعدة عين الأسد في الأنبار أشية أيدي الميلاد الماضي عندما أعلن عن انسحابه المفاجئ من سوريا وقرنه بتهديد إيران من داخل العراق وبالرغم من إبطاء سحب قواته العسكرية من سوريا فإن الجيش الأمريكي بدأ ينقل معداته إلى قواعد في أربيل وكركوك والأنبار وغيرها من القواعد العراقية تمهيدا لأية مواجهة محتملة بين أمريكا وإيران وفي نفس الوقت تم تنشيط عمل داعش من جديد على الحدود العراقية السورية وفي داخل العراق في محاولة للإيحاء بدعم داعش بقوة إذا ما فكرت الحكومة العراقية بالاستغناء عن القوات الأمريكية أو المطالبة برحيلها عن العراق كما حدث عام 2011 عندما دعمت واشنطن داعش وأرسلتها إلى العراق كما تم التلويح بالتهديد بالانقلاب العسكري على النظام العراقي وذلك من خلال عقد مؤتمر لبعض الضباط العراقيين المتقاعدين المتواجدين في ولاية ميتيغان الأمريكية واستماح لهم بالدعوة علنا لتغيير النظام وإحداث انقلاب عسكري والسؤال الآن هل الحكومة العراقية الحالية أضعف من حكومة رشيد علي القيلاني وهل ترتبط بمعاهدة مع أمريكا وتخشى مخالفتها ولماذا لا تبادر بالطلب بصراحة وقوة وسرعة من واشنطن مغادرة العراق وعدم استخدام أراضيه لشن أدوان على الجارة إيران ومن البديه أن أي عمل عسكري تقوم به واشنطن ضد إيران سوف يجعل من العراق ساحة معركة ملتهبة سواء بمبادرة من القوات الأمريكية التي ستقوم أولا بضرب حلفاء إيران في الحجر الشعبي بصورة مباشرة أو بواسطة الكيان الصهيوني أو بالمبادرة من فصائل الحجر الشعبي الموالية لإيران قبل وأثناء أي هجوم على إيران ومن هنا فإن مسؤولية الحكومة العراقية الأخلاقية منع أي مواجهة محتملة وذلك بالطلب من القوات الأمريكية مغادرة العراق فورا وعدم الخوف من عودة داعش أو حدوث انقلاب عسكري عليها فإنها رغم الصخط الشعبي تجاهها تتمتع بشعبية لا بأس بها وتتمتع بحماية الجيش وقوات الحجر الشعبي والإرادة الوطنية الراسخة بالمحافظة على الاستقلال والحياد وإذا ما أصرت القوات الأمريكية على البقاء في العراق خلافا لإرادة الشعب وأصرت على انتهاك سيادته بمضاعفة تواجدها العسكري القتالي والدخول والخروج دون إذن من العراق فإن باستطاعت الحكومة العراقية اللجوء إلى مجلس الأمن لأخراج القوات الأمريكية وتوقي أي مواجهة بينها وبين إيران ويجب أن لا تنسى الحكومة أن بيدها أقوى سلاح في مواجهة أمريكا وهو فتوى المرجعية الدينية السنية والشيعية التي يمكنها تعبئة الشعب وحجده في مواجهة المحتل وتحقيق الاستقلال وإذا كان بعض المراجع يتلكأ في إصدار هذه الفتوى أو يفتقر إلى الرؤية الواضحة السليمة فبإمكان الحكومة العراقية أن تضع أمامه المعلومات الدقيقة والتحليلات المؤكدة لخطر الاحتلال الأمريكي الجديد ومن المؤكد أن المرجعيات الوطنية التقية الورعة المخلصة للعراق لن تتردد في دعم الشعب في مسيرته من أجل الحرية والسيادة والاستقلال ودرهم وقايا خير من قنطار علاج وهنا أود توجيه بعض الأسئلة إلى سماحة السيد علي السستاني لماذا يتبع السيد السستاني سياسة المهادنة مع الاحتلال الأمريكي للعراق منذ 2003 لماذا لا يدعم جهاد الشعب العراقي من أجل الحرية والاستقلال والسيادة هل ينطلق في ذلك من شبهة فكرية أو تحليل سياسي طائفي أو شعور بالخوف والعجز من أمريكا هل يبني موقفه المهادن إذا لم نقل المرحب والمؤيد بناء على استشارته للشعب العراقي أو الاعتقاد بالعمل من أجل مصلحة العراق أو بناء على استشارة بعض المستشارين المشبوهين الذين يحيطون حوله هل يجوز تقليده واتباعه اتباعا أعوى في موقفه هذا هل يتمتع هو بأي شرعية دينية تفرض الخضوع له والسير وراءه كيف أصبح مرجعا أعلى هل هو حقا حاكم شرعي ونائب عام عن الإمام المهدي الغائب كما يقول هل يجوز أو بالأحرى هل يجب تقديم النصح له ولا اعتراض عليه هل يجوز أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أم إنه فوق ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر